جامعة صفوة كلية العلوم الشرعية والعربية مقرر الفقه الشافعي الفرقة الثالثة من كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع شرح الدكتور أيمن موسى حفظه الله إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الأحبة في الله مرحبا بكم طلبة وطالبات العلم الشرعي في كلية العلوم الشرعية والعربية الفرقة الثالثة مادة الفقه الشافعي وهذه هي المحاضرة الثانية عشر قال الماتن رحمه الله تعالى فصل في الرضاع قال وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضاعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجة أو أعلى طبقة منه هذه هي مسائل باب الرضاع والرضاع بفتح الراء والرضاع ويجوز الكسر والفتح أفصح ولغة اسم لمص السدي وشرب لبنه وشرعا اسم لحصول لبن مرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه أي إذا التقم الطفل السدي أو حلب له اللبن ثم شربه هذا يسمى رضاع والله عز وجل حرمه أي حرم النكاح بالرضاع بالقرآن والسنة والإجماع وقد شرع في أركانه مرضع ورضيع ولبن فقال وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها أي إذا أرضعت المرأة الآدمية سواء كانت خلية أي لها بلا زوج أو مزوجة الحي حياة مستقرة خرج بذلك الميتة ولا تسمى امرأة إلا إذا بلغت تسع سنين قمرية وإن لم يحكم ببلوغها قال بلبنها ولو متغيرا على هيئته أو عن هيئته بانفصاله عن السدي بحمودة أو غيرها ولدا صار الرضيع ولدها سواء كان ذكر أو أنسى فلو قلنا لو أرضعت المرأة خرجا لو أرضع الرجل ونزل من ثديه لبن فلا تسبت بلبنه الحرم على الصحيح لأنه ليس معدا للتغذية فلم يتعلق به تحريم كغيره من المائعات وكذلك خرج الخنث المشكل والمذهب أن يتوقف في الخنث حتى يتبين أمره قال فإن بانت أنوثته أي الخنث المشكل كما مر معنا صار تحريما وإلا فلا كذلك بقوله وإذا أرضعت المرأة خرجت البهيمة فلو ارتضع صغيران من ثدي شاة أو بقرة أو عنزة لا تسبت به أخوة ولا تسبت به حرمة قال فتحل مناكحتها يعني لو أتينا بطفل ذكر وطفل أنسى وجعلنا نرضعهما من ثدي شاة لمدة حولين كاملين لم يدخل بطنهما إلا لبن الشاة هل يحرم عليه؟ الجواب لا إنما بلبن الآدمية الحية فقط خرجت الميتة فلو رضع من ثدي ميتة لا تسبت به حرمة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في قوله صار ولدها والله عز وجل نصص على الأم والأخت قالوا أمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وجاءت السنة بباقي محرمات النسب وهن سبع كما ذكرنا في النكاح الأم والبنت والأخت والعم والخالة وبنت الأخي وبنت الأخت هؤلاء بالنسب وذكر وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وجاءت السنة فذكرت باقي المحرمات بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال في الحديث الآخر تحرم الولادة أو يحرم الرضاع ما تحرمه الولادة قال بشرطين أحدهما أن يكون دون السنتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين فإن ارتدع بعد الحولين لا تسير به حرمة فإن كان بيوم أو يومين أو ثلاث فلا عبرة بهذه الأيام القليلة لقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه فجعل الله جل وعلا تمام الرضاع حولين وابتداء الحولين من تمام انفصال الرضاع أي بعد الولادة وبداية الرضاع قال أن يكون في الحولين قال والثاني أن ترضعه خمس رضاعات متفرقات أي والشرط الثاني الذي يحرم به هو عدد الرضاعات واختلف العلماء اختلافا كثيرا فيها فمنهم من قال ثلاث ومنهم من قال عشر ومنهم من قال خمس ومنهم من قال رضعة واحدة تحرم والصحيح مختار المات وهو المذهب وهو مذهب أحمد وغيره لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أي لقرب النسخ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ بهن من لم يعلم بالنسخ قال وقيل تكف واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والخمس رضاعات ضبطهن بالعرف وهو الصحيح ولأن لا ضابط في اللغة فرجع فيها إلى العرف كالسرقة من الحرث واعتبار الرضعة بكون الرضيع يرضى حتى يشبع قال متفرقات أي عرفا فلو قطع الرضيع لأخذ نفس أو لشغل أو أحد يشغله عن الرضاع يضاحقه أو يلاعبه ثم عاد فالققم فهي رضعة واحدة قال ولو حنب من لبنها دفعة واحدة ووصل إلى جوف الرضيع فهي رضعة ولو جمع اللبن في فمه فهي رضعة لكن اختلفوا ما لو حلب منها خمسا ثم أوجر الرضيع دفعة واحدة فهل هي رضعة واحدة أم خمس رضعات الراجح أنها رضعة واحدة فالعبر بوصوله إلى جوف الطف ثم ذكر الشارح شرطا ثالثا فقال والشرط الثالث الذي لم يذكره المات والرابع أما الثالث وصول اللبن في الخمس إلى المعدة فلو لم يصل إليها فلا تحريم قال ولو وصل إليها وتقيأه ثبت التحريم الشرط الرابع كون الطفل حيا كما في الرودة فلا أثر للوصول إلى معدة المي ثم تنتش قال ويصير زوجها أبا له هنا في انتشار الحرمة من المرضعة والزوج أي إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ومن الرضيع إلى فروعه فقط وبيان ذلك أن قوله ويصير زوجها أبا له أي الذي ينسب إليه الولد بنكاح أو وطء شبه أبا لهذا الرضيع ويصير ابنها أخا له ويصير أخ الزوج عما له وأخت الزوج خالة له أي المرضعة فتنتشر الحرمة في الحواشي وفي الأصول سير أبوها جدا له وتصير أمها جدا له ويصير هكذا قال سواء كانوا من النسب أم من الرضاع أما الرضيع فلا تسري الحرم إلى إخوانه ولا أخواته ولا آبائه ولا أجداده إنما فيه وفي فروعه فقط قال ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته ويصير أباء المرضعة من نسب أو رضاع أجدادا للرضيع لممر أن الحرم لا تنتشر إلا على الرضيع وفروعه فلو أن امرأة أرضعت طفلا صار ولدها وصار زوجها أبوه ويجوز لهذا الزوج أن يتزوج أخت الرضيع لأنه لا علاقة بينهما لا من نسب ولا من غيره ثم قال ويحرم على المرضي التزويج إليها وإلى كل من ناسبها كما ذكرنا يحرم على المرضع أو المرضع التزويج إليها أي المرضع لأنه أمه من الرضاع فتحرم عليه بنص القرآن كما ذكرنا وأمهاتكم التي أرضعناكم قال وتنتشر الحرم منها إلى كل من ناسبها أي من انتسب إليها من الأصول والفروع أو انتسب إليه من الفروع فقط ولو قال المصنف إلى كل من تنتمي إليه أو ينتمي إليها بنسب أو رضاع كان أضبط قال ويحرم عليها أي المرضع التزويج إليه أي الرضيع لأنه ولدها وهذا معلوم لكن ذكر المصنف توضيحا للمبتد قال وإلى ولده الذكر وإن سفل من نسب أو رضاع لأنهم أحفادها دون من كان في درجته أي الرضيع كأخيه فلا يحرم عليها تزويجه لما مر لأن الحرم لا تنتشر إلى الحواشي وخلاصة القول في ذلك حتى لا يصير الأمر فيه إشكال لديكم أن المرأة إذا أرضع الطفل لا يجوز لها أن تتزوج به ولا بأولاده لكن يجوز لها أن تتزوج بإخوانه أو بأبيه أو بجده أو بعمه أما هو إذا رضع منها فلا يجوز له أن يتزوج منها ولا بناتها ولا أمهاتها ولا خالتها ولا عماتها كل من ينتسب إليها من النساء برضاع أو نسب لا يجوز أن يتزوج بهن إذن ضابط المسألة أن كل أصول وفروع وحواش المرأة تحرم على الرضيع ولا يحرم على المرأة إلا الرضيع وفروعه قال أو على درجته أو أعلى طبقة منه أي ودون من كان أعلى طبقة من الرضيع كآبائه فلا يحرم عليها تزويج أحد أبويه لما مر أن الحرم لا تنتشر إلى آبائه وذكرنا ذلك تفصيلا في المحرمات من النكاح وكذلك ننبه على هذه المسألة أن اللبن هل هو لبن المرأة أم لبن الرجل الصحيح أن اللبن لبن الرجل أن اللبن لبن الفحلي فلو أن لرجل أربع زوجات فأرضعت كل واحدة منهن طفلا وهذا الطفل رضع من الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة رضع منها رضعتان فصار له أبا من الرضاع وليس له أما من الرضاع لأن كل واحدة أرضعته مرة واحدة وإحداهن أرضعته مرتين فلا تصير إحداهن أما له لكن يصير الرجل أبا له في هذه الحالة لماذا؟ لأن كل اللبن الذي عند النساء الأربع ملك للزوج هذا ما يسميه العلماء بلبن الفحل كذلك إذا أرضعت امرأة طفلا رضعتان ثم مات زوجها وتزوجت بآخر فأرضعته ثلاثا صارت أما له ولا أبا له من الرضاع لأن الزوج الأول رضع في كنفها رضعتان وفي كنف الزوج الثاني ثلاث رضعات فهذه الحالة يكون له أم من الرضاع ولا يكون له أبا خلاصة القول في الباب أن المرأة إذا أرضعت طفلا في الحولين خمس رضعات معلومات متفرقات صار هذا الولد ولدها وتنتشر له الحرمة وتنتشر له الحرمة كأنه ولد أنجبته هي قلنا شريطة أن يكون في الحولين وأن يكون لبن آدمية حرة ولو كافرة يعني لا يشترط أن تكون المرأة مسلمة ولا يشترط أن تكون حرة بل لو أرضعت أما كما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم سويبة وأرضعت حمزة وقال لف ابنة حمزة لا تحل لي أرضعتني وأباها سويبة فكانت أما فحرم بلبنها فسواء كانت المرأة أما أو حرة مسلمة أو كافرة صغيرة أو كبيرة طالما أنه نازل في سديها لبن فإنه تنتشر به الحرم إذا رضع في الحولين خمس رضعات معلومات متفرقة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب النفقة فقال فصل في النفقة قال ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتجم نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولودون فتجم نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون انتقل إلى من تلزمك نفقته أنت كمسلم حر بالغ تلزمك نفقت قال العمودين من الأهل واجبة من هم العمودان قال الوالدين والمولود يعني يريد الأصل والفرح فبدأ بنفقة القريب وقسم النفق الواجبة إلى نفقة قريب ونفقة رقيق ونفقة بهائم فبدأ بالقريب من الآدميين قال ونفقة القريب أو نفقة العمودين يقصد به الأصل الأب وأبوه وإن على وكذلك الفرح الإبن وابنه وإن نزل فقال ونفقت الوالدين من ذكور وإناس بشرط كونهم أحرارا ونفقة المولودين أي الإبن والبنت وإن نزل واجبة على الفروع والأصول وأما الأصل الأول أي الأب والأم تجب نفقتهما قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم والإجماع قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن نفقة الوالدين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق بالملك وعدم القوذ ورد الشهادة وغيرها يبقى هنا ذكر المصنف المات والشارح أن نفقة الأب تجب على الولد قال وفي الثاني أي الأصل الثاني أو الفرع قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن فإجاب الأوجرة أجرة الرضاع على ولي الولد دليل على إجاب النفق عليهم ويستدلون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أي بما تعارف عليه الشر وتعارف عليه الناس أنه يكفي في المؤنى لما بخل أبو سفيان رضي الله عنه على النفقة على أولادي وأدلة كثيرة توجب النفق على الأولاد وكذلك الأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق ما تقدم قال ولا يضر فيما ذكرنا على المذهب اختلاف الدين وهذه من رحمة الله جل وعلا فمع كفر الولد أو الوالد وجب الإنفاق عليه إذا كان معصوم الدم وهذا بخلاف الميراث لأن الميراث مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين أما في النفقة فتجب قال وخرج بالأصول والفروع غيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعم والخال ونحو ذلك لا تجب لهم النفقة على الولد قال فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرتي الفقر والزمانة أو الفقر والجنون أي متى تجب نفقة الوالد على ولده قال بشرتين الفقر والزمانة أي الابتلاء والعاهة أو الفقر والجنون لتحقق الاحتياج حينئذ إذا كان الأب مجنونا أو فقيرا أو زمنا لا يستطيع أن ينفق على نفسه أو لا يستطيع أن يعمل فهنا يجب النفقة على ولده أما إذا كان صحيحا يستطيع أن يعمل فلا نفقة له كذلك إذا كان عاقلا لا نفقة له قال وهنا قال وأما المولودون أي الأولاد فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون أما الفقر والصغر فلعجزهم وحينما يولد الولد يكون صغير لا كسب له ولا مال فإن كان له مال أنفق عليه منه كأن يرث من أمه أو من أخيه أو نحو ذلك قال أو الفقر والزمانة أي إذا ولد الولد وسار فقيرا زمنا لا يستطيع العمل مريض أو ولد مجنونا أو معتوها أو أشل وهنا نعلم أن النفق لا تجب للبالغين إن كانوا زوي كسب قطعا يعني هذا الشاب الذي تخرج من الجامعة وينام في البيت ويتكاسل عن العمل ولا يريد أن يعمل لا يلزم الأب أن ينفق عليه لكن لو أن هذا الولد يبحث ويجتهد عن عميا فلا يجد فهنا نقول يلزم الأب أن ينفق عليه حتى يجد كسب يكفي ويستوي في ذلك الولد والبن لكن هنا مسألة ذكرها الشارح رحمه الله قال لم يتعرض المات لاشترات اليسار فيما تجب عليه منهما قال والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لأنها على سبيل المواساة ولدفع الحاجة أن جزء الحالية ويعتبر في النفقة إشباعه كما صار وتبين العرف بذلك كما صار وتبين العرف بذلك أيضا إذا لم يكن هناك حاجة أو لم يكن هناك استطاعة فهنا هل تلزم النفقة؟ الجواب لا إنما اشترت أن يكون باقي عن حاجته الأصلية ثم قال المصنف أو المات رحمه الله قال ونفقة القريب غير واجبة ثم انتقل إلى نفقة الرقيق والبهائم فقال ونفقة الرقيق والبهائم واجبة هذا القسم الثاني والثالث من النفقة قال والمقصود بالرقيق العبيد سواء كان قنا أو مبعض أو مكاتب أو أم ولد أو أمة تاجب له النفقة تاجب له النفقة قال بقدر الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وقسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فيكفيه طعاما وأذما وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على مثله غالبا كذلك له الكسوة وسائر المؤنى أو على السيد شراء ما يحتاجه العبد واختلفوا في تزويجه هل يلزمه أن يزوجه أم لا على قولين لأهل العلم القول الأول إذا احتاج إلى التزويج وجب عليه أن يزوجه إذا احتاج إلى التزويج وجب عليه أن يزوجه قال أيضا اختلفوا في جنس ما يكفيه فقالوا مد من طعام أو مدين وقيل من غالب قوتي البلد من قمح أو شعير ومن غالب أذمهم كزيت وسمن ومن غالب قسوتهم كقطن وصوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف أي بما جرى عليه أو جرى به العادة والعرف أي بما جرى به العادة والعرف ببلده لمثله من اليسار والإعصار قال ولا يكفي ستر العورة وإن لم يتأزى بحر ولا برد لما فيه من الإزلال والتحقيق بل ينبغي أن يكسى كسوة كالحر وأما غير الرقيق كالبهائم المحترمة وسميت بهائم لأنها لا تتكلم لأنها لا تتكلم وهي زوات الأربع من دواب بالبر والبحر كما ذكر الترمذي ومعنى حيوان محترم أم لم يأمر الشرع بقتله كالحيوانات التي أمر الشرع بقتلها كالحية والعقرب والفأر ونحو ذلك فهذه لا تؤكد أما غيرها فتطعم وإطعامها واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض أي هوامها والمراد كفايتها وكل حيوان محترم ما خل الفواسق الخمس كما ذكرنا ومع ذلك الفواسق الخمس لا يجوز حبسها حتى تموت جوعا لأن النبي صلى الله وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة كذلك لو امتنع مالك البهيم عن إطعامها أجبره الحاكم على أن يبيعها أو يزبحها إن كانت مأكولة اللحم أو يعلفها يجبر على واحد من ثلاث إما الزبح والأكل وإما الإطعام وإما البيع فإن كانت غير مأكولة اللحم كالحمر الأهلية فإنه يجبر على أن يطعمها ويعلفها أو أن يبيعها ثم قال ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون سواء كان من الرقيق أو من الحيوان أما الرقيق فلا يكلف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ولا تكلفونهم من العمل ما لا يطيقون كذلك سواء كلفه ما لا يطيق على الدوام أو في عمل لا يقدر عليه إلا في عدة أيام فيطلبه منه في يوم هذا لا يجوز كذلك إذا كلفه بحمل شيء لا يستطيع حملة أو السير به ولا يستطيع لا يجوز له ذلك كذلك الدوام وهنا ذكر الشارح تنبيه أنه لا يجوز لمالك البهيمة أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها لأنه غزاؤه كولد الأمة وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها كذلك له أن يحلب بما لا يضر الولد ثم قال فصل في النفقة قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة انتقل إلى نفقة الزوجات انتقل المصنف رحمه الله إلى نفقة الزوجات وهذا من الأبواب المهمة جدا في أبواب الفقه فانتبهوا رحما الله وإياكم قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأذم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف من الأذم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها إذن انتقل المات رحمه الله إلى نفقة الزوجة قال ونفقة الزوجة واجبة ونفقة الزوجة واجبة النفقة هنا قال الشارح تنقسم إلى قسمين القسم الأول قال نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود والقسم الثاني قال ونفقة تجب على الإنسان لغيره وأسباب وجوبها ثلاثة أي تجب عليه لغيره بثلاثة أسباب النكاح والقرابة والملك فإذا تزوج بامرأة وجب عليه أن ينفق عليها وإذا أنجب طفلا وجب عليه أن ينفق عليه وإذا اشترى عبدا وجب عليه أن ينفق عليه قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة التمكين التام قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أنظر قال ولكم عليهن كسوتهن ورزقهن بالمعروف أي بما جرت به العادة والعرف ولذلك قال الممكنة من نفسها أي إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها استحقت النفقة وهذا ما يقابل الأجر والتمكين في أثناء اليوم ظاهر لكن خرج بذلك المرأة إن امتنعت من تمكين نفسها لزوجها فلا نفقة لها حتى وإن سلمت المرأة نفسها لزوجها ولم يستطيع أن يستمت بها فهل لها النفقة الجواب على قولي اختار المصنف أنها لا نفقة عليه إلا إذا استطاع أن يأتيها واستدل بقصة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولذلك قال الشارح ولو كان حقا لها لساقه إليها كذلك إذا مكنت المرأة زوجها من نفسها وامتنع هو من عند نفسه فلم يقربها وكان ببلدها وجب لها أن نفقة وجب لها أن نفقة وسواء كانت الزوج عاقلة أو مجنونة أو مراهقة ومكنت نفسها ومكنت الزوج من نفسها فلها أن نفقة ويكون المتصرف في مال الزوج الآن هو وليها ثم قال وهي مقدرة أي النفقة النفقة مقدرة على الزوج بحسب حاله ثم بدأ يفصل قال فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتهما والمد هو ملء حفنة الرجل المتوسط بين الصغر والكبر سواء كانت هذه الزوجة حرة أو أمة أو كتابية فإنه يجب لها مدان فإنه يجب لها مدان إذا كان موسرا من غالب قوت البلد سواء كان قوت البلد طمرا أو زبيبا أو أرزا أو قمحا من غالب قوت البلد يجب أن يعطي المرأة وأن يعطيها كل يوم وإن جرت العادة والعرف في زماننا أنه يعطيها كل شهر قال ويجب لها من الأذم أي ما جرت به العادة من أذم غالب البلد كزيت وسمن وشيرج وزبد وتمر وخل أي ما يكون أذم مع غالب القوت سواء كان خبزا أو أرزا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال وليس المعاشرة بالمعروف أن تصبر على الخبز وحده إذ الطعام غالبا لا ينساغ إلا بالأن وقال ابن مسعود في ابن عباس في قوله تعالى من أوسط ما تتعمون أهليكم قال الخبز والزيت وقال ابن عمر الخبز والسم وذكر الشارح أن الخبز يختلف أو الأذم يختلف في الفصول الأربعة فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس وذكر النووي أنه قد تجب لها الفاكهة التي تغلب في أوقاتها ففي أوقات التمر يأتيها بتمر وفي أوقات العنب يأتيها بعنب وفي أوقات البرتقال يأتيها ببرتقال وهكذا قال والكسوة ما جرت به العادة أي ويجب لها الكسوة في فصلي الصيف والشتاء ما جرت به العادة لأن الله رده إلى العرف والعادة قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولما روى الترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن أي لا بد أن تكون الكسوتك فيها وهذا مجمع عليه بين أهل العلم الإجماع على وجوب الكسوة للمرأة وكسوة الصيف في الصيف والبرد والشتاء له كسوة تغتلف ثم اختلف العلماء في الكسوة هل تخضع لإعتبار حال الزوج من الموسر أو معسر ولا باعتبار حاجة المرأة فقال الصحيح أنها لا يختلف باختلاف اليسار والإعسار إنما يؤثران في الجودة والرضاءة الأمر الثاني أن الزوج إذا دفع لها الكسوة برئت زمته واختلف العلماء هل هي كل ستة أشهر أو حينما تحتاج وماذا يعطيها قميص وسراويل وخمار ومرقعب ونحو ذلك وقال بعضهم ويزيد في الشتاء جبة محشوة قطنا أو فرون بحسب العادة لدفع البرد إذن خلاصة القول في ذلك أن المرأة تجب لها النفقة والكسوة أما النفقة فبحال الزوج والكسوة كذلك لكن يلزم أن يأتي للمرأة بما اعتادت عليه ثم قال في مسألة مهمة في مسألة هل يلزم أن يأتي للمرأة ببصاة تجلس عليه أم لا يلزم الصحيح أنه يلزم ذلك الصحيح أنه يلزم ذلك يلزم أن يأتي لها ببصاة تجلس عليه بما جرت به العادة وبما جرت به أعراف الناس وبما جرت به أعراف الناس قال وإن كان الزوج معصرا فمد أي مد واحد من غالب قوة محلها وهو يكفي المرأة وهو يكفي المرأة قال ويجب لها مع ذلك ما يتأدم به المعصرون ويكتسونه أو يكسونه قدرا وجنسا أي من سمن وزيت وأقت وزبد ونحو ذلك قال وإن كان أي الزوج متوسطا بين اليسار والإعسار قال فمد ونصف من غالب قوة البلد كما مر معنا وكذلك له من الأدم الوسط بين اليسار والإعسار بما جرت به العادة وكذلك الكسوى ووسط بينهما واحتج لذلك بقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة مع اليسر والإعسار ويعتبر اليسار وغيره من التوسط ويسار بتلوع فجر كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب فإذا أوسر بعده أو قبله لا يلزم بزيادة عما وجب عليه قال وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وهنا مسألة إذا مرضت المرأة هل يجب عليه أن يأتي لها بطبيب أو دواء خلاف بين العلماء وكانوا قديما لا يجبون ذلك أما الآن فصار أهل العلم يجبون عليه أن يمرد الزوجة وكذلك يجب لها أجرة حمام بحسب العادة وعملا بالعرف وقيل مر كل شهر لتزيل الدرن والأذى بعد الحير وتتنظف قال ويجب لها ثمن ماء غسل لجماع ونفاس من الزوج إن احتاجت لشرائه قال ويجب لها آلات أكل وشرب وآلات طبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحو ذلك أن يأتي لها بما تأكل فيه وتطبخ فيه وتشرب فيه قال ويجب لها عليه تهيئة مسكن لأن المطلقة يجب لها ذلك فالزوجة من باب أولى لقول تعالى اسكنوا أسكنوهن ولابد أن يكون مسكن يليق بها عادة أي كما كانت تسكن قبل الزواج إلا أن ترضى بأقل من مسكن أهلها فإذا كانت تسكن في مسكنا فاخرا فيلزمه ذلك ما يسمونه فيلا أو شالي أو قصر أو نحو ذلك فهل يجوز أن تنتقل إلى بيت صغير إن رضيت بذلك وإلا لازمه ثم انتقل إلى مسألة فرعية فقال وإن كانت أي الزوجة ممن يخدم مثلها أي كان لها خادمة تعد لها الطعام والشراب والثياب وتقوم بشانها قال فعليه إخدامها لكونها كانت كذلك في بيت أبيها فلا يليق بها أن تخدم نفسها فضلا عن غيره لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف وسواء في الإخدام الموسر والمعصر والمتوصر بحسب حاله والخادم كما قالوا يطلق على الزوج والزوجة ثم قال المات رحمه الله وإن أعصر بنفقتها فلها فسخ النكاح وإن أعصر بالصداق قبل الدخول أي إذا أعصر الزوج بنفقتها المستقبلية لتلف ماله ماء مثلا أو فقدان صنعة أو وظيفة ولم يعد ينفق عليها قال فلها فسخ النكاح لأن الله جل وعلا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عجز عن الأول تعين الثاني أي إن عجز عن الإنفاق والإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان ولأن البذن لا يقوم بدون النفقة ولأن الفسخ جاز ووجب بالعنة فبالنفقة من بابي أو لا ففي النفقة من بابي أو لا قال المصنف رحمه الله وهل يلزمها الصبر الجواب لا يلزمها الصبر إلا إذا رضيت بذلك قال وإن أعصر بالصداق قبل الدخول أي إذا لم يستطع الزوج إعطاء المرأة الصداق قبل الدخول وعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض فلها أيضا الفسخ في ذلك ثم قال رحمه الله فصل في الحضانة قال وإذا فارق الرجل زوجته أي إذا تلقها سواء فارقها بتلاق أو فسخ أو خلع قال وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي حق بحضنته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهم اختار سلم ليه قال وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل شرط منها سقطت هنا هذا آخر باب من أبواب النكاح هذا آخر باب من أبواب أحكام الأسرة إذا فرق بين الرجل وبين المرأة إذا فرق بين الرجل وبين المرأة وكان بينهما أو لا قال إذا فارق الرجل زوجته والحضانة مأخوذ من الحضن وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليها وشرعا تربية من لا يستقل بأموره بما يصلح ويبقيه عما يضره ولو كبيرا مجنونا كان يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وغير ذلك مما يحتاجه الصبي أو المجنون قال وإذا فارق الرجل زوجته أي بفسخ قلنا بطلاق أو خلع أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يستقيم بنفسه ولا يميز سواء كان ذكر أو أنثى قال فهي أحق بحضانته لماذا؟ لأن الأم أشفق عليه وأحن عليه وأهدى وأصبر على القيام به قال ثم بعد الأم أمهات لها وارثات إن علت لنفس العلة التي وجدت في الأم فإنها توجد في أمها فإذا ماتت الأم أو تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها وبعضهم ينقلها إلى نسائها كأختها وعمتها وخالتها واشترت العلماء كونها وارثة فخرج بكونه اشترات الوارثات خرج العمة فإنها ليست بوارثة ونحو ذلك قال حتى يبلغ سبع سنين أي هو في حضانة أمه إلى سبع سنين إلى سبع سنين قال ثم يخير ندبا أي المميز إذا اختلف الأب والأم عليه فإنه يخير بعد السابعة إذا كان مميزا إذا توافرت فيهما شروط الحضانة قال فأيهما اختار سلم إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه فاختار أمه كما في الحديث الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءتهم رأى فقالت يا رسول الله إن ابن هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وفي رواية قال رجل هذا من يحقني في ولدي فقال هذه أمك وهذا أبوك فوالي من شئت منهم فوالي من شئت منهم قال فأخذ بيد أمه فانطلقت به فأخذ بيد أمه فانطلقت به قال فإذا اختار الأم سلم لها وإذا اختار الأب سلم له وفي كلا الأمرين النفقة على الأب وفي كلا الأمرين النفقة تلزم الأب وفي كلا الأمرين النفقة تلزم الأب انتبهوا جيدا حفظكم الله النفقة تلزم الأب في كلا الأمرين سواء كان مع الأم أو كان مع الأب لكن إذا كانت جارية فإنها تسلم إلى أمها في النهار وإذا كان غلاما يسلم إلى أبيه في النهار لكي يعلمه صنعة وحرفة وتسلم الجارية لأمها لتعلمها شؤون الطبخ ونحو ذلك ثم إذا أراد إذا كان عند أبيه فإنه يذهب إلى أمه ليراها وإن كانت الجارية عند أبيها تذهب الأم لتراها سيانة لها لأن الأم أولى بالخروج من الجارية ثم قال وشرائط الحضانة سبعة أي من يكون له الحضانة يشترط فيه سبعة شروط الأول أن يكون عاقلا أن يكون عاقلا فلا حضانة لمجنون وإن كان جنونه مطبقا لأنه لا يستطيع أن يكون لنفسه حاضنا ولا يتعهد نفسه بالحظ فنفس غيره من باب أولى الحرية فلا حضانة لرقيق ولو مبعض لأنه منشغل بسيده الدين فلا يسلم ولد لكافرة ولا لكافر إذا كان أمه مسلمة أو أباه مسلم لأن حضانة الكافر للمسلم يضره في دينه إذ لا ولاية له عليه وربما فتنه في دينه وكذلك المرأة ثم قال العفة والأمانة فجمع بينهما لتلازمهما فإذا كان الأب غير عفيف وغير أمين أي خائن فليس له حضانة أو الأم ولو قلنا العذالة كان أولى كذلك لا حضانة لفاسق ويشترط أن يكون مقيما ببلد الطفل فلو كان مسافرا سفرا طويلا فالمقيم أولى حتى يتعود الطفل على الإقامة ويتربى وحتى يعود الآخر من السفر قال والخلو من الزواج فإذا تزوجت المرأة انتقلت الحضانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي وذكر الشاء الشارح شرطا ثامنا فذكر قال أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان المحضون رضيعا وذكر شرطا تاسعا قال أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن أعاق تألمه عن نظر المحضون قال والعاشر أن لا يكون أبرس ولا أجزم كما في القواعد قال والحادي عشر أن لا يكون أعمى كما أفت به عبد الملك وهكذا فنقول فإن اختلى شرط منها سقطت أي الحضانة وانتقلت إلى من يليها من الأحق بحضانتها أيها الأحبة في الله وبذلك ينتهي باب أحكام الأسرة وبه ينتهي الربع الثالث من أرباع الفقه ونبدأ إن شاء الله تعالى إذا قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء من المحاضرة القادمة في أحكام الجنايات هذا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله